اشتركوا في القناة في ظل تعثر المفاوضات الساعية للتوصل الى اتفاق هدنة بين الاطراف المتصارعة في غزة تزداد حدة المواجهات وتتسع رقعتها في الداخل الفلسطيني على صعيد الجبهات المساندة ايضا وفي ظل التحذير من ساعات حاسمة قد تؤدي الى انزلاق الامور الى حرب اقليمية شاملة ان لم يتم الاتفاق لبنانيا الامور على حالها في الميدان الجنوبي مع استمرار القصف المتبادل بين حزب الله والجيش الاسرائيلي بالتوازي مع جمود تام في الملف الرئاسي بانتظار اتضاحة صورة الايام المقبلة مواضيع كثيرة سنناقشها في حلقة اليوم مع الاعلامية والكاتبة السياسية رندلا جبور صباح الخير واهلا وسهلا فيك صباح النور جيمي شكرا على الاستضافة اهلا وسهلا بداية من اللقاء بكركي سيزي رندلا كيف تقيم زيارة امين سر الفاتيكان الى لبنان ان يرسل بابا روما مفدا الى لبنان في هذه الظروف هذا يعني ان الفاتيكان اليوم مهتم بالوضع في لبنان بالمسيحيين في المشرق خاصة ان زيارة بارولين اتت بعد تعيين ميشيل جلخ امين سر ايضا الكنائس الشرقية وبالتالي هناك نوع من اشارات لاهتمام الفاتيكان والكرسي الرسولي بلبنان ثانيا مروحة اللقاءات المعلنة وغير المعلنة التي عقدها بيترو بارولين في بيروت تؤشر الى عدة امور الاول الاهتمام بالصف المسيحي وخاصة الماروني في لبنان لان اللقاءات البعيدة عن الاعلام التي بدأت منذ الاحد كانت مع القيادات المسيحية جبران باسيل سامي الجميل سامير جعجع سليمان فرنجي وهذه اللقاءات كانت بعيدة عن الاعلام وبالتالي هي ليست فقط لنقول اننا التقينا بل هي تبحث بالعمق ولذلك ارادها ان تكون بعيدة من الاضواء ثانيا الاهتمام بلبنان الرسالة وكلمة معا وكلمة جميعا كانت كلمات مفتاحية ومحورية في كلام بيترو بارولين والدليل ايضا ان لقاء بكيركي لم يقتصر لا على السياسيين المسيحيين ولا على القيادات الروحية المسيحية انما ايضا على مختلف الطوائف للدلالة على ان الفاتيكان يرفض التقسيم والفدرالية وهذا ما ابلغه بيترو بارولين في لقاءاته الخاصة بانه بان الفاتيكان لا يريد للمسيحيين ان يعيشوا او ينادوا او يسعوا الى الفدرالة او التقسيم بل ان يعيشوا ضمن التنوع الذي هو الضمانة والحماية للمسيحيين ثالثا موضوع الرئاسة كان موضوعا ايضا حاضرا ومرر عدة اشارات المفد البابوي في هذا الشأن خاصة اشارته من عين التينة الى ان الحل يولد من هنا والبعض يقرؤها ايجابية والبعض يقرؤها بسلبية الايجابية هي بانه نحن نؤمن بانه من هذا المقر وانه نحن من المقر الرسمي نريد ان يولد البرلمان وليس المسيحيون وحدهم هم المسؤولين عن توليد رئيس الجمهورية وانما كل لبنان والاشارة الثانية التي يمكن ان يعتبرها البعض سلبية هي تحميل المسؤولية للرئيس نبيه بره بانه لا يدعو الى جلسات لانتخاب الرئيس من اجل احداث خرق في الملف الرئاسي والملف الرابع الاساسي الذي حمله بيترو بارولين هو جبهة الجنوب والتهدئة خاصة ان جولته تزامنت مع تواصل من قبل الفاتيكا مع الامريكيين مع الدول الغربية مع الاتحاد الاوروبي للقول ان الفاتيكا ايضا سيدغط باتجاه التهدئة وليس التصعيد سيد زريندالا جبور بعد هيدا السرد والقراءة بزيارة امين سر الفاتيكا الى بكيركي هذا في المضمون ولكن في الشكل ايضا كان في كان في قلك تعليق ايضا على الشكل كما العديد من اللبنانيين ايضا والمتابعين انه غردتي وقلتي او كتبتي على منصة اكس يعني سامير جعجع وسامج مي الاهم من ممثل الباب بابا روما واكبر من بكيركي تا يبعطوا ممثلين عنهم الى لقاء اليوم ومين الممثلين بصعب ونديم شو ما كانت المبررات فهي ليست مقبولة ولا تفسير لها الا انه السينسين لبنان رفضين لكل لقاء وحوار اكان وطنيا او مسيحيا وبالتالي رفضين لاي محاولة حل ليش هيدا الهجوم على القوات والكتائب بهذا الوقت يعني اقل شي واحد يهجم عليهم ليش اول شي ليش شوبوا النائب بصعب بعاصة عفوا والنائب نديم جميل هنه ما بهن شي ولكن ليش التقليل من قيمة لانه هنه صفتان بالسياسة هنه ليسوا قادة الاحزاب يعني جبران باسيل ما بعت ممثل سليمان فرنجية ما بعت ممثل المفتي راح يعني السامي ابي المنا راح بس خلينا نكمل بهيدا الاطار اولا انت حتى نقول يعني انه يا عم بتوصلوا رسالة انه انتو اخر همكن بكركة واخر همكن ممثل البابا بلبنان ببعث له ممثل عن رئيس حزر ما كانوا شافوه لو اخر همهم ما كانوا شافوه معنات عم بيوصلوا رسالة بالعلن يعني هنه شافوه بالسر باللقاءات البعيدة عن الاعلام شو رأيك انه شو رأيك انه سامي جميل صار له سبعة شهور بكفاية ما بيضهر برات بكفاية لوضعه الامنة بعتقد انه بيقدر ياخد اجراءات ما في الليش بده يكون في خطر على سامي جميل دون غيره يعني من القيادات انا سألت اول شي مين مهدد اليوم جبران باسيل مهدد مع حفظ الالقاء كل الناس ما حدا في فقراس وخيم اسلامي فرنجية ليش ما بده يكون ليش سامي جميل ليش اليوم الفرق اللي عامله او الوزن اللي عامله بالمعادلة الليبنية اذا رجعت تاريخ الاغتيالات بالبلد بتشوف انه مهدد ولا غير مهدد وجبران باسيل مهدد وسلامي فرنجية مهدد وسامير جعجع مهدد ومفتي السنة مهدد بس لا مش عم تقنعيني شو اللي عم بيخلي جبران باسيل يكون مهدد ما في اشارة الى انه جبران باسيل مهدد ويني الاشارة لانه سامي جميل مهدد فيه اجهزة امنية عم بتبلغه لسامي جميل جبران باسيل ما في اجهزة امنية عم بتأكتر يمكن اكثر حدا ممكن ان يكون مهددا في هذه الايام هو جبران باسيل لانه الكل يعتبر انه اولا هو الرقم الصعب اليوم بالمعادلة باعتقد انه بالسياسة التيار الوطن الحر وازن اكتر بكثير من الكتائب اليوم بالمعادلة السياسية رغم عراقة وتاريخ حسب الكتائب بس تبقى القوة وازنة اكتر منه كمان بيه بالتمثيل لا بالتمثيل تقريبا في توازن بين القوات اللبنانية والتيار الوطن الحر اليوم وازا بدنا نحكي عن تهديدات امنية اولا بعتقد انه فينا نتبلغ بيتخذ اجراءات وما هنه صاروا كل شوي انا سألت بالموضوع الامني بالموضوع الامني وقت اللي بيكون في موعد محدد ومعلن بهيدا الشكل يعني المخاطرة مية بالمية عساميل جميل ساميل جميل وسامير جاجع ليش فقط كمان سامير جاجع كان عم بيتعشع فكرة هيدا منه موعد معلن بس انه بيطلع على مطعم ما بيكون عليه تهديد امنية ماني عم بره لانا بارد خالفيات انا بارد خالفيات ما حصل مع رئيس خزق الكفير بس كمان بدنا نتحكي عن حالنا وعبعضنا بس كمان اكد عشر نديم جميل ابن بشير جميل يعني انا شخصيا مثلا نديم جميل مش عم نحكي هلأ بالبيوتات السياسية ومين ابن مين لشو رايح كابن بشير الجميل ولا رايح نحنا عم نحكي في صف اول مدعوين رؤساء الطواقف ورؤساء الاحزاب احتراما لموقع الكرسي الرسولي الموقع الاول للمسيحيين في العالم يجب انه كل رؤساء الاحزاب ورؤساء الطواقف انه يروحوا ويشاركوا هلأ بتقل لي تهديد امنية لانه محل معلن ليش المخابرات يلي بترصد لحتى تنفذ اغتيال معين بس هي ناطرا نهار اللي بتشوف وين رايح على مطرح معلن هي مش عم بترقب تحرك يدو من زلة بتستفيد من دعس ناصلة لا تنفذ اغتيالات هلأ هيدا حتى هلأ يمكن انت بالطيار ما بتعفو قديش موضوع الاغتيالات بيأثر على يعني خاصة على الكثيب ليش التيار ما قدم بالجيش شو هدا وما بيعرف قيمة الغم والاغتيالات بوجباتهم وايضا اللي بيفوت على الجيش عارف حاله انه هو باي لحظة من اللحظات هو مشروع شهيد كل حدا قرر انه يحمل قضية ويعلي صوته هو مشروع شهيد كل حدا ان كان بالجيش اللبناني ولا انقرر يكون بشير الجميل كان مشروع شهيد بس ما كان بالجيش اللبناني يعني كل حدا قرر يحمل قضية هو مشروع شهيد كل حدا معرض يعني كل حدا بيعلي صوته هو مشروع شهيد وفي جهاز المخابرات بيتصيد هذا الشهيد بحيال لحظة بحيال لطريقة لأنه إذا عن جد هو هدف ومشروع اغتيال هو تحت المراقبة أصلا مش نطرين لا للقاء معلن ولا للقاء غير معلن النهار اللي بيتخذ قرار أنه في حدا بده يغتيل بعتقد أكثر من تحصينات الرئيس الشهيد رفيق الحريري بعتقد ما حدا وصل لهذه التصفيحات والتحصينات والاحترازات الأمنية والنهار اللي اتخذ القرار باغتيال رفيق الحريري اغتيل رفيق الحريري هيدا حجة لمبرر حالنا لا باش واحد يروح يكبح له كمان بالنار إذا طلع بكركي سامي جميل صار عم يكبح له بالنار إذا بموعد محدد وإذا في عنده معطيات ما بدنا نتضحك على الناس يا جميل إنتي بتستغني عن سامي جميل؟ أنا ما بيستغني عن حدا أنا ما بدي خاطر بحدا بس أنا عم بقول لك هيدا تبرير وغطاء للفعل ما كانوا شيفونه الأسير ما كانوا شيفونه الأسير كانوا مفكر أنه بدأت تعطي نتيجة إيجابية عطت نتيجة سلبية عليه صار عم بجري بيفتش على مبررات وأعتقد أنه هو أقل من غيره معرض اليوم والله يحمي الجميع أكيد نحنا ما بدنا لا يروح ولا يتعرض بس هذه حجة مش مبرر اللافت عملت هجومك على المسيحيين ولكن ما علقتي على مقاطعة المجلس الشيعي الأعلى لك لأنه الكنيسة إلا بولاد الكنيسة يعني الكنيسة ما إلا بولاد البيت الشيعي أو البيت السنة أو الدرزي إلا بولادها بالأول يعني بخطوة أولى بس أحلى الشيء أنه القوات والكتائب هجموا على الشيعة وهن باعتين بياربو عاصي ونديم الجميل عم ترجع يتقللي مرة تانية من أهمية التمثيل أكيد أكيد لأنه هذا تمثيل صف تاني هذا مش تمثيل صف أول مش لأنه نديم الجميل كشخص عم قلل من قيمته أنا عم بحكي أنه جاي ممثل البابا يلتقي رؤساء الأحزاب ورؤساء الطوائف لما أنا أبعت ممثل عنه معناه طعم قلل التقيهون الحديث الأساسي شكل اللقاء في كركي والزعمة المسيحية حصل أكتر من ساعتين قعده سامي جميل ما بعف قديش قعده ومع الدكتور سامير جعجا ولكن أهمية لقاء بكركي هو هذه الصورة الجامعة بأصف الأول جامعة مهددين بالقتل بس يقدروا يتعشوا ويتغدوا يتسبحوا ويكسدروا لا أنا ولا يمكن أنت ملمين كتير بالوضع الأمني هذا اللي بيفهم بالأمن بيعرف قديش مدى خطورة هذا الموضوع أنا عم بقلك فيك تسأل حيالة أمنة أن الروحة على مطعم هو أخطر من الطلعة عبكي شو بني دكتور جعجا يمكن بس أنا عم بحكي عن سامي جميل اللي صار له سبعة شهر قاعدة بكفية هلا فيكن تلاقوا هيدا الحجة طيب لي لي شو خلف لكين المقاطعة إذا أنت عم بتسميها مقاطعة أنا أول شيء إلي الكنيسة إليها أولادها بالأول مشان هيك العتب يكون على المسيحي أولا بعدين بتروح على البيوت الثانية وإذا بدك تسجل عتب فيك تسجل عتب ولكن بالأول يسأل ابن الكنيسة عن عدم ذهبه إلى بكركة مش يسأل الآخر طيب بموضوع مقاطعة المجلس الشيعي الأعلى لبكركة البيانة اللي يطلعه كمان يعني مقبول أنه اليوم يحاول المجلس الشيعي الأعلى يفوت بين بكركة والفاتيكا اعتبر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بغض النظر عن موقفه أو رأيه أنه عظت البطريارك اللي تحدثت عن أن المقاومة إرهاب تمس فعليا بجوهر المقاومة التي تقدم اليوم شهداء من أجل لبنان وفي الكنيسة عم توصفن بالإرهاب من بعد سلسلة مواقف سياسية للبطريارك مننا المطالبة بالتدويل مننا المطالبة بوضع لبنان تحت إشراف دولة مننا المطالبة بتنفيذ قرارات مثل الخمسة عشر تسعة وخمسين اعتبر هذا المكون أنه هيدا استهداف لوجوده بهذه المرحلة يعني نحنا بحرب وفي حدا وفي مقاومة حمل سلاحه عم بتقاتل بجنوب لبنان وفي بالمقابل رأس الكنيسة المارونية عم بيقول أنه هذه إرهاب بتاعه تنشلة سلاحة بتاعه حتى نحط لبنان تحت التدويل يعني في هذا المكون يحس أنه لا يستطيع تقبل هذا الخطاب بالوقت يلي ممكن أن يهدد مثل هذا الخطاب وجوده فهو ما كان عم بيفوت بين بكركي والبابا إنما كان عم بيجرب يوضح ليش هو مقاطع حتى ما تنفهم إنه رسالة إلى قداسة البابا وممثله بلبنان إنما هي رسالة إلى بكركي اللي اتهمت المقاومة بأنها إرهاب واللي بالسياسة عم تاخد موقف فبالمقابل لما الكنيسة أو رجل الدين ياخد موقف بالسياسة بالسياسة بيقدر ينرد عليه بس هذي رسالة طائفية أيضا يعني رسالة طائفية سياسية تهديدية لبكركي أنا ما شفت إنه فيها تهديد لبكركي هن كانوا بس عم بيقولوا إنه نحنا نحترمه ومنقدره ومنتمنى إنه تكون زيارته منيحة لبارولين على لبنان ولكن نحن قاطعنا بكركي لأنه تعاملت مع المقاومة بهذا الشكل أنا ما شفت وينيك ألمات التهديد برأيك رئيس المجلس الشيعي الأعلى ما حط المجلس كله كجزء من المقاومة أو من حزب الله واللي عم يعملوا بجنوب هناك تماهة أكيد بين الأكثرية الشيعية ورئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى والمقاومة شأن أم أبينها تمثل أكثرية الشيعة وباقية الشيعة يلي مش مع هذه الحرب أو مش من هذا الرأي هم أقلية ومثل ما بكركي بتاخد موقف بالسياسة أنه لما بكرهت نادة بها 15-59 وبالتدويل وبتحييد لبنان هذا كلام بالسياسة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى كمان له حق يحكي بالسياسة مثل ما كل الأطراف بتحكي بالسياسة بلبنان نحن لم نصل لا إلى فصل الدين عن الدولة ولا إلى الدولة المدنية ولا إلى الدولة العلمانية ومعروف أنه هناك موقف سياسة لكل مرجعية دينية والطبيعة على الأقل على الأقل أنه عم بيروحوا بالاتجاه يلي أكثرية طيفت ون رايحة باتجاهه نعم هناك ضمن الشيعة معارضة لحزب الله أو رفض للمقاومة شو عطلش بكركي؟ أنا مش بحاجة قلتش بالعدب بقول الإشياء مثل ما هي يعني بس أنه عن جد أنه على القليلة بتحترم هيدا الشيء إنه هو بجو أكثرية إن شاء الله ما يكون تحت تأثير السلاح أيضا كمان السلاح اللي هو أكبر تأثير بهذا يعني لأنه خايفين هن من السلاح شو بيمنع؟ شو بيمنع؟ شو عم تتحكي؟ ما بيخوف السلاح؟ لا ما بيتعرف مرة كنت وبحبها هالعبارة يمكن أول مرة بقولها على الهوى كنت قاعدة مع أحد المسؤولين في حزب الله وعم قل له عم بيقلي شو الجو عندكم؟ قلت له خايفين من سلاحاتكم يعني عم مرق هيدا المساج اللي أصلا معروف قال لي لازم ينخاف من علماتنا مش من سلاحاتنا وأنا بوافق على هيدا الشيء انطلاقا من أني محتكة وبعلم بهذه البيئة بالفعل هيدا السلاح أنا ما بيخوفه بس ياريت من غلب دايما العلم والفكر على السلاح بس في مراحل جيمي أولا في غياب الدولة بعدم تسليح الجيش اللبناني بما يكفي بوجود عدو مثل العدو الإسرائيلي ما فيك تظلط لبنانه تقول أنا ضد السلاح بس ما تنسى مين كمان عم يشارك بهذا القرار حزب الله جزاء أساسي من هذا القرار موضوع تسليح الجيش عهد الرئيس ميشيل عون من يسلح الجيش اللبناني عهد الرئيس ميشيل عون كان أساسي كمان بهذا الموضوع بيقدر يقلو بالطولة الرئيس ميشيل عون بأي أدوات بدو يقلو بالطولة رئيس الجمهورية ما عنده صلاحية واكتشف أنه ما فيه أدوات تنفيذية بين إيديا بس خلينا بالجيش اللبناني أولا هناك تنصيق تام بين الجيش وحزب الله وفي قيات الجيش موجودة إذا بتحب تنفي هذا الأمر وحزب الله موجود إذا بيحب ينفي هذا الأمر أنا أؤكد أن التواصل يومي وقائم ومتواصل وبيساند الجيش وبيحميه اثنان يلي منع الجيش اللبناني أنه يكون عنده سلاح استراتيجي يقدر يقف عليه هنا الأمريكان لأنه الأمريكي هو يلي ماسك موضوع تسليح الجيش اللبناني وهن اللي عم يتفوضوا معه الحزب هلا خليني بس بموضوع رسالة أو عزة البطريارك نهار الأحد مش هيدا هو الكلام الصحيح مش هيدا هو خلاص لبنان يوم القرارات التولية مش هي اللي بتحمي لبنان ما في قرار صحيح وقرار مش صحيح إذا بتوافق على عبارة أنه ما يحصل على الحدود من أعمال إرهابية لا أكيد ما بوافق على هيدا العبارة إلا إذا كانت من ميلة فلسطين المحتلة إذا عم نحكي عن الإسرائيل ولا مرة جعلوا إسرائيل تلتزم ولا مرة شيلوا الخطر الإسرائيلي ولا مرة منعوا حرب إسرائيلية أو أوقفوا حرب إسرائيلية إلا لما يكن إجا وقت إنهاء هذه الحرب بالسياسة وبالعسكر فالقرارات الدولية فالقرارات الدولية قديش طلع قرارات دولية لم تنسحب إسرائيل من لبنان إلا بقوة المقاومة مع كل الأرارات اللي كانت طالعة قبل إسرائيل شنت حرك بال2006 ولم يمنعها قرار دولي في تسوية حصلت كمهما كانوا الألمان في مشاركي فيا وتمت يعني أكيد ما أنك بعيدة عن هذا الجو تكون في ظروف ظروف مهيئة بيصير في أرضية ولكن إذا أنت ما كنت مقاوم ومناضل ومحضر وجاهز لأنك تتلاقى بهذه الظروف لا أكيد ما بيصير التحرير بعدين أثبتت أنه طالما أنت صورة الضعيف عندك صورة الضعيف لبنان القوي بضعفه كانت إسرائيل تستسهل تعمل البدية الخروقات بتفوت وقت البدة بتسحب سرواتنا عامل منتجعات سياحية بالمناطق اللبنانية المحتلة بتيل الكفرشوبة يعني إسرائيل ما في شيء منعها بيختلف الوضع كمان يعني اليوم صورة إسرائيل باللي حضرتك عم توصفيه كمان تغيرت يعني أيضا المحافل الدولية وحتى المحكمة الدولية برئاسة نواف سلام أدانة إسرائيل هذا كمان شي جديد بس شي جديد ليه؟ منه كليا ما فيه ولا إدانة لإسرائيل بس هللي وصلنا لهون وصلنا لهون قوة من يواجه إسرائيل عم نحكي بفلسطين بوين مكان؟ إسرائيل هي كيان بالحرب اللي صايرة بغزة بين الإسرائيلية وبين الغزة وفيك تعمل كمان شوية إسقطات على مطارح تانية بس إسرائيل لما نشأت ككيان واستخدمت صورة القوة والغطرصة وخاضت حروب لما انتصرت بالكثير من الحروب والعرب ما واجهوها أو تخاذلوا أو مشوا بالموجة خلاص ركبت هذه الصورة وهذه السردية وصارت بالفعل كيان مارق يعني خارج عن كل القوانين والقرارات الدولية وبتتصرف مثل ما بدأ لم يتم وضع حد لإسرائيل وتتجرأ دول وترفع دعاوة على إسرائيل ويصير في مواجهة عسكرية ويصير في إبعاد لمستوطنين ويصير في تخويف ويصير في قلب للرأي العام العالمي لو لم تستخدم بمواجهة هذه القوة قوة يعني أثبتت أنه لا مش الطراطة هذه القوة هي حقنا الفلسطينيين يعملوا كل اللي عم يعملوه بالإسرائيل ونحن مش حقنا بلبنان يكون عنا ردع رح لك نحن شو دخلنا يعني ما لشي خليني بس أخذ من تعليقك بإحدى المقابلات اللي حصت نهار اللي طار الهدهد طار قلبك مع الهدهد وكان مداعات فخر واعتزاز والرسائل العسكرية والسياسية وصلت في الوقت الحساس أكيد إذا أنت العدو صار مكشوف قدامك بتزعل أنا منزعلين بقول يا الله هيدا الهدهد كيف كشف لإسرائيل كيف أعرف عدوك أكيد بدي أفرح لأنه في حدا لبناني عم بيفرجيني منوة عدوة ما شاء الله مش عارفه؟ أنا ناطر الهدهد ليطلع ليخبرني منوة إسرائيلة؟ هيدا أثبت أنت شو أهرك الهدهد يعني ليز يعجب أنه صور حيفا خيفانين على حيفا وعلى مواقعها العسكرية وعلى مرفقة؟ أستاذ الهدهد رح يكبر للقتلة مين قالك؟ بالعكس القوة تمنع تكبير القتلة ورح قالك ليش؟ لأنه لما أنا إذا أنا ما فرجيت إسرائيل أنه أنا شايف حيفا وبقدر أوصل لمرفقة وبقدر أوصل لقواعدك وبقدر أوصل لقاعدة مهمة للقبة الحديدية هي رح تفكر أنه هين كتير تجي توسع وتفل بلا ما حدا بلا ما تاكل قتلة بينما لما أنت تكون تفرجة أقوة معينة لا أنت عم تردع هذا تثبيت لقوة الردع اللي بيخلي الإسرائيل بدل ما دغر ينفز يفكر مرتين أنا رح فكر أنا وياك مرتين بهالشغلة مين اللي عم بتأذى أكتر؟ إسرائيل يلي عم تصطاد للأسف المقاتلين بحزب الله بالجنوب اللبناني وبالبقاع يلي عم بتنزل فيه خسير رهيبة أو الهدهد يلي طلع كازدر فوق إسرائيل ورجعه أول شي الخسير مش رهيبة نسبة لمقاومة أنشئت أنا عندي الشخص إليه قيمة كتير كبيرة مهنة ما تزيدوا عليهم معلش مقاومة هذه مزيادة لما واحد يقرر أنه يفوت مجاهد بالمقاومة أو مقاومة بحزب الله هذا رايح مشروع شهيد ورايح مقرر هو أنه أنا نهاية الطريقة ستكون الشهيدة بتروحي معهم؟ أنا مش هيدا بتقاتلي معهم أنا مش مدعوة أصلا قاتلوا لن حدا عسكري ولا هنه اختاروا هذا الخيار أنا مش حدا عسكري أنا حدا قؤيت فكرة المقاومة وفكرة المقاومة بس أنا ما في حارب لا لأنه ما بعرف أنا بدرهم إذا بروح بحارب معهم ما بعرف أحمل السلاح بس المقاومة اللي اختار أن يكون في حزب الله هو عارف حاله وين رايح هذه المقاومة أنشئت مش حتى تكون بالسلطة السياسية ولا لحب الأساس سلم تمك طيب واصلين واصلين على السياسة ولا أنشئت لحتى تكون ما بعرف شو عم تعمل ترف فكرة وثقافة لا هي أنشئت لتكون مقاومة لتحرر لتحارب لتقاتل العدو لتردع العدو هذه شغلتهم أصلاً بالتالي الخسائر اللي أنت عم تحسبها خسائر ما بعرف شو سميتها رهيبة الخسائر الرهيبة هي على الكيانة الإسرائيلي لأنه هو يخسر بالاستراتيجيا أولاً هناك إنهاك للجيش الإسرائيلي لأول مرة بتصير بتاريخه اثنين أول مرة بتجبر إسرائيل أنه تبعد عشرة كيلومتر لورا بالوقت اللي كان بدها أنه حزب الله يبعد عشرة كيلومتر داخل لبنان رجعوا اثنين بس أنت أول مرة بتحط إسرائيل بهذا الموقف أول مرة إسرائيل هي العدو إسرائيل هي المحتل هي الأوى هي اللي جاية علينا كل الوقت أراضي إسرائيلية أراضي فلسطينية وعندها مشكل مع الفلسطينيين اليوم بين لبنان وسوريا والأمم المتحدة على ملكية هذه الأراضي أنا بكتفي بهذا الشي بيعلماتي الحقوقية هيدا الموضوع بعد علي نزيع أنا اليوم بالحرب اللي دارت بس أحلى شيء أنه بسهولة بتستغني عن أراضي لبنانية بحشة القانون والكل معترف أنه مزارع شبعة لفنانية وحدودنا مرسمة بالأمم المتحدة شفت لو حزب الله عمل هجومه على هذه الأراضي أنا ما كان عندي أراضي من وين بلشت أول طلقة بمزارع شبعة؟ بمزارع شبعة إيه شو يعني؟ إلا إذا أنت مش معترف إلا لفنانية سأل موضوع تاني بعدين وين تمدد؟ بدك تمدد؟ يا جيمي إنت أول شيء فلسطين على حدودك إنت دفعت أتمان الوجود الكيان الإسرائيلي والحرب الإسرائيلية على فلسطين دفعت ثمنه نصف مليون فلسطينة بترجع بتسمح اليوم أنه ما تساعد الفلسطين هو بفلسطين من حدودك تتمنع أول شيء كسر المقاومة بفلسطين لأنه بده يرجع يجد دور عليك ولما يجد دور عليك إذا ما كنت مأمن ردعه حماية هلأ حزب الله قادر يكسر الهجوم الإسرائيلي على المقاومة الفلسطينية بغزة؟ برأيك ما عملت دور الجبهة اللبنانية بالتخفيف عن المقاومة لما تشغل تلت الجيش الإسرائيلي وتخلق لهم أزمة مستوطين جديدة أنا إن شاء الله تشغل كل الجيش الإسرائيلي أنا اليوم حزب الله عم بيقلي أنه حاملات الطائرات والعالم كلها إجت لتحمي إسرائيل مشان هيك أنا ما عدت زلت إسرائيل من الوجود إلا كان شو بقدم وبيأخر بهذه المعادلة؟ اليوم هي محطة على مسار طويل يعني بالعكس أنا بلاقي بقدر حزب الله أنه اشتغل بحكمة أنه ما فتح مواجهة كيف من كان ما فتح مواجهة واسعة احترم قواعد الاشتباك ضمن أطر معينة فلا حزب الله أولا ما ورطك بشي في الحرب وقعة على حدود جغرافية على الجبهة الجنوبية ثلاثة كيلومتر مسطح صار الجنوب آخر ثلاثة كيلومتر صوب إسرائيل والعالم اللي تهجرت والضرر الاقتصادي اللي علق والمخاوف اللي عم بتهدد فيها إسرائيل لبنان ما عامل شي حزب الله هذا بسبب إسرائيل مش بسبب لبنانيين طب ليش الأردن ما عندها المشكلة؟ ليه مصر ما عندها هذه المشكلة؟ ليه سوريا ما عندها المشكلة؟ لا سوريا غير وضع بس الأردن ومصر لأنه عندهم علاقاتهم مع الإسرائيلية وهن حضائق خلفية لإسرائيل وهن أصلا مطبعين ومش مستحيين بهيدا الموضوع شو القف؟ حميوا حالهم ولا ما حميوا حالهم؟ لا ما حميوا حالهم بشو حميوا حالهم؟ بالإزلال حميوا حالهم؟ وضعهم الاقتصادة كيف؟ ماشي هاو دي أواعد أواعد لإسرائيل وأمريكا بتستعملهم متل ما بدها وقت البدا بتنفز إنقلابات عم تحكي على وضع الاقتصادي طبع مصر والأردن شايفي الوضع الاقتصادي عمينا؟ إيه شايفته بس إنه مش أحسن بكتير يعني إنه هي شو إنه نقنع الناس إنه إذا عملنا سلام ورحنا على التطبيع مع إسرائيل نحنا رح نصير كتير مزدهرين وتصير شو الازدهار اللي بده يصير؟ ما هي كل ضربة إسرائيل لكل مناطقنا لهي تاخد المرفق بالمنطقة ولحتى تكون هي الممر تبع على التجارة الدولية وسكت حزب الله يلي هو مكلف إنه يواجه إسرائيل عن هيدا الموضوع كاملة؟ كيف سكت يعني؟ شو اليوم أنت بعدك عم تتهم إسرائيل بدربت على المرفق؟ أنا ما اتهمت شو؟ أنا عمقول بالاقتصاد والتجارة حلم إسرائيل إنه يكون مرفق حيفا وإيلات هن المناطق والمنصات الأساسية للتجارة الدولية ومين ضرب المرفق؟ اللي بدون يقوله هن مش أنا شغلت يقول مين ضرب المرفق؟ نحنا منقدر نطلع بالهضوض فوق حيفا بس ما بنعرف مين ضرب حيفا ما بنعرف مين؟ ما بنعرف مين ضرب مرفق بيروت إيه أكيد لأنه أنت مش عم بترقب أنت بدك ترقب العدو مش عم بترقب بلدك أنت شو عرفك إنه إذا العدو هو اللي ضاري بالمرفق شو عرفك إنه بدو يضرب المرفق؟ يعني إذا العدو بدو ينفذ ضربه أنت عم بتقوله أنا شايفك وأنا بقدر نفذ عندك ضربه بس أنت لش بتقدر تمنع إسرائيل أن تنفذ ضربه أو بتعرف ولا كانوا حميوا المجاهدين هن بيعرفوا إنه اليوم إسرائيل طالعة تضرب صاروخ عصية يارا بيصحمر وتروح أحد المجاهدين ما هيدا اللي عم جارب أصف لك إنه اليوم نحن عم نتفخر ونطلع الهدهد فوق حيفا بالوقت يلي عم بحضر تقارير وكيف عم بيصير المخابرات الإسرائيلية كيف عم تشتغل بلبنان يعني ماشي بيشوفوا لك السيارة بيعرفوا مين فيها بيعرفوا كده يا جيمي أكيد أكيد عن أي تحدي عم نحكي جيمي أنت عم بتقول مثل ما أنت عندك مخابراتك وبتقدر تشوفني أنا كمان عندي أساليب للتجسس وصرت قادر شوفك أنت عم تعمل نوع من توازن استخباري بس هيدا حجة بدو إياها نتنياهو من عند الله نتنياهو مش بحاجة لحجة يا جيمي ويقلن لايكوا حزب الله وين صار لايكوا الخطر علينا قدي صار نحن مضطرين نعم الحرب أول شي حزب الله ليس بحاجة لحجة كان حزب الله نتنياهو ولي حزب نتنياهو ليست بحاجة لذريعة لتعمل حرب بال2006 تحججوا بأسر جنديين بالعلم العسكري ما بيعمل أسر جنديين حرب مثل حرب تموز بس تحججوا يعني أعطيني حزب الله عطيهم الحجة اليوم رغم كل شي عم بيصير ما هنم مش بحاجة هنم حضرين يمكن إذا أنت رح تتسركشت على الطريق ايه بيخدوها حجة ايه ايه يعني هالقاد صعبة على الإسرائيلية أنه يلاقوا ذريعة لحتى يعملوا حرب على لبنان الشطارة نحن مناعطي ذريعة الفرق اليوم أنه رغم كل شي عم بيصير وبعد إسرائيل لم تستطع اتخاذ قرار بتوسيع الحرب على لبنان لأنه في ردع وقوة قدامها يعني بعكس تمام مش لأنه في قوة بدا تجه الحرب علينا لأنه في قوة التوسيع رح نمنع الردع لشو ردع لإسرائيل كرميل شو أنه تعرف حالة أنه في توازن ما بقى فيها بسهولة تقوصل لأوين تقوصل لأوين لا وصل لأمنعه أنه توسع حرب على لبنان بسهولة أو أنه تنفذ مشاريعة أو أنه تضل طمعانة أو أنه تفكر أنه أهلاف قضاء على المقوة بهين هيدا الحرب كانت إسرائيل ما عملتهم حبيبتي إسرائيل عن جد ده مش حبيبتي يعني رح نحس أنه إسرائيل واو أنه شو هي هالكيان البريء اللي إذا واحد ما قرب عليها هي ما بتقرب عليه أكثر من نص الشعب اللبناني ما بدوا هذه الحرب أنت عديتهم يعني سيد حسن ديما صادق عديتهم يعني ديما مصدقيتها ديما صادق مصدقيتها باللوج شو خاص؟ أعطيتك أرقم على التليفزيون ما حدا عامل إحصائيات ثاني شي إذا بس بدنا ناخد أهل الجنوب والبيئة الشعية هيدا بيئة حاضنة للمقاومة أنا أعرف كتير ناس من الجنوب اليوم شو نسبتهم؟ شو نسبتهم؟ شو نسبتهم؟ شو نسبتهم؟ شو نسبتهم؟ أقلية ولا أكترية؟ ما نضحك على بعضنا وعن ناس الأكي شو نسبتهم؟ شو نسبتهم أن العالم هيك ما أنت هلأ قلت لي مع مين الأكترية والأقلية؟ عملك إذا كنت تحس بالأرحام؟ ما منعتي أهمية للأقلية يعني إذا في أقلية معي ها يعني بطلوا أكترية لأنه أكترية الشعب الأكترية هلأ ما نضعنا بين الأكترية والأقلية على حسابتهم بالمجلس النيابي ما عدنا نعرف مين أكترية وأقلية كمان جيمي أول شي في بيئة حاضنة القريبة هي أهل الجنوب والشيعة هل الأكترية ضد؟ تمنع هذه الحرب بين مزدوجين الفتن السنية الشعية ويشعر الشيع والسنة أنهما يسيران معا كرمال قضية وحدة هي قضية بهيكل وجدان العام باللوعي وكأنها قضية سنية وإجت المقاومة ذات الأكترية الشعية تقول أنا عم حارب من أجل هذه القضية فصار فيه إذا بدك لقاء بين السنة والشيعة بهذا المجال المسيحيين نعم يمكن مش مثل الاحتضان اللي كان للمقاومة بالألفين وستة جزء كبير من المسيحيين لا يؤيد ما يفعله حزب الله على اعتبار أنه بركة ورطنة أنه موازين القوة أنه أنه ولكن كمان فيه جزء من المسيحيين يؤيدون حزب الله والمقاومة وليد جملات كمان بهذه الحرب يتمهى أكثر مع المقاومة طيب صفت كل المقاومات بأكثريتها يعني متماهية مع ما تقوم به المقاومة بغض النظر إذا فيه الناس بتقول حزب الله والسيد حسن نصر الله أخذ هيدا القرار منه ما يرجع لحدا أوكي هلا فيك تقول لي هيك بس أنا شخصيا عم بقلك أنا شو ما كان الظرف أقف إلى جانب مقاومة ببلادي هيدا المقاومة اللي سهلتلي الترسيم عطتني ورق قوة حرارية لبنان أمنتلي انتصار بحرب تموز هي خسرتنا بالترسيم مش ربحتنا لا بشو خسرتك؟ بالمسيحات ليش أنت مش ربحانة زيادة عما كان قبل معروض لا ماني ربحانة زيادة تاني شي أنا اليوم الإسرائيلي شو نفعني إذا أنا ضد الإسرائيل والإسرائيلي عم بي نقب ويسحب بيترول من منطقة كان في عليا يعني زياء وأنا اليوم من بعد ما اتفقت أنا وياه ممنوع علي يسحب بيترول أنا طالما حزب الله السلام هيدا الملف وفاوض بخلفيات فيه حزب الله ما فاوض لأنه يلي وصلنا لهذه النتيجة هو جزء منه حزب الله رئيس مش رابه فاوض تكرم عينك ما رح إلك حزب الله الدولة اللبنانية ولكن استندت إلى ورقة قوة إنه نحنا ما فينا نيناتوا نفاوضوا لو ما أنت عندك هو لكن المفاوضات غلق إيه على أساس أنت كنت عم تسحب قبل حزب الله بيترول فيه من الخمسينات بيترول في لبنان كنت أنت عم تسحب بكريش وقف لك سحب البترول في لبنان نحنا أولا مرة قدرنا نسحب مش بتعرف شو لبي عن جد أنا كتير بيستغرب جيمي إنه غطي إسرائيل وما حملها المسؤوليات وإهجم على خريق لبناني من يتحمل المسؤولية بكل شيء هو إسرائيل إذا بتريد ما عايش تحمله يعني عايب أصلا خطابنا لبرا يطلع هيت إنه نحنا عم نتخلق بالناخل ومحايدين إسرائيل ما قلت الكنيسة إلي عولادة أنا إلي عولاد بلدي ما قلت أصلا خطابنا لك عولاد بلدك كتير منيح إليك عولاد بلدك أولاد بلدك أنا بعتقد أنت هوني عم تقدم له ورقة للعدو أنا لما قللهم إنه لازم يحضروا ما بعدك عدو لي ما بدو حج لما لازم يحضروا لقاءة كيركي مش عم بقدم له ورق للعدو عم بحكي بالسياسة الداخلية تبعة بس لما يكون في عدو على حدودك هو اللي مانعك إنه تسحب بيترولك وهو اللي عمل الضغط على الشركات العالمية متفاق أنوية لكان اتفاقي غلط لكان مفاوضات اللي أنا خطة غلط فيه اتفاق أنا وياك وإجاء التنفيذ ويكون الظرف غير سامح والعدو هو اللي يمنعنا بيكون من الأساس ما كان لازم عامل ترسيم وحزب الله يتحمق للمسئولية لتاب ليش قل لي ليش شركة توتال اليوم قالت أنه في بيترول رجعت تتراجعي إذا اتنين عم يعملوا عقد لكل طرف فيه محامة بس أنت ما رجعت يعني أنت طيب إذا أنت عملت هذا الترسيم والشركات اليوم إما معرضة للضغط من إسرائيل إما بالموضوع الاقتصادي بمتن عقدة وبحط الشروط قبل ما أمضي إنت ما عملت إنت عملت هلأ الترسيم البحري هو لأحفظ حقه على الخريطة إنه هولي بيحق موجود لكن ما حدا يمنلنا فيه نحنا ما عملنا شيء وقت اللي بيقول لك نائم محمد راعد قال لبنانيون يريدون فقط أن يذهبوا إلى الملاهي هذا كلام ما بيستفز كمان شريحة كبيرة من اللبنانيين وخاصة المسيحيين هلأ فيكون كمان لش أنه ما بيروحوا على البحر أبناء البيئة الشيعية كل بيروح على البحر هلأ هو السياق اللي قاله فيه مش دفاعا عنه يعني مبلأ أنا بقول أنه عملت ردة فعل سلبية وعند كتير من الناس بس هو السياق أنه اللي عم بينظروا أو عم بينتقدوا بالوقت اللي المقاومة عم بتقدم شو هذا أنه عم بيكونوا على شواطئ البحر وبس بيلهم بالسهر ألا إيه بيستفز هذا الكلام هيدا الكلام أوكي مبرر بها الطريقة بس وقت اللي بيطلع بيقول لا تمنوا بأنكم تقبلونا العيشة معنا فنحن الذين نصبر عليكم شو أي صبر عم يحكي يعني ماذا بعد هذا الصبر لا مش منا لهجة تهديدية بس لما كل الوقت تعرف شو المشكلات جيمي سيزريندلا جيمي كل الوقت نحنا بدنا نهجم على حزب الله ونتهمه أنه عم بورت البلد ونخونه أنه هو ما بعرف مع مين متعامل مع إيران هيدا مش لهجة تهديدية اسمعني شوية تبلحقنا شوية بحديثة خلينا نكمل جملة دقيقتين على رواء لحتى عن جد نخد ونعطي مع بعضنا لما أنا إلي حق اتهم حزب الله وخونه أنه هو منه لبناني وهو مؤتمر أو بتؤمره إيران وأنه هو مسيطر على البلد وحاطت إيده وأنه هو اللي بده يعمل نحنا بدنا نتهمه أنه عم يعمل بده إيه بس آخر شي بدي أزعل أنا إذا محمد رعد طلع قال أنا عم بتحملكم كيف عم تهجموا علي وصابر عليكم هو عم بيقول ما عم بيقول ما عم بيقول لك نحنا هتكلم الهجوم عليه مبرر بس أنه هو يقول أنه نحنا صحب ليه ما حدا عم يتهم حزب الله بشي غير اللي هو بده إيه هو عم بيقول أنا أموالي وأكلي وشربة وكل شي من إيران هو عم بيقول أنا في إلي حسابات أنا وإيران بالمنطقة ما هو ما قال لك أنه هو ينفذ المشروع الإيراني في لبنان هو ليس أداة إيرانية أنا وقت اللي بتمول من إيران وقت اللي بيخد سلاح من إيران وقت اللي بيكون تابع بولاية الفقيه لإيران هذا شو بيكون؟ أكيد بيكون لفريق لبنان لمصلحة لبنان لأنه هيدا فريق لبناني بس ملاقي أنه الوحيد اللي بيدعمه ويتمهى معه هو إيران نحنا ما كنا عم نزعى لما نعمل باريس واحد واثنان وثلاثة واربعة وخمسة لأنه اسم باريس ما علاش المؤتمرات الدعم الدولية لبنان ما علاش كله ما علاش أحلى شيء أنه بحيالله مطرح بالعالم منقبل الإزلال والمساعدات اللي مشروطة والشروط والمشاريع اللي بدرنا هوا ما علاش شيء بس لا لأنه أسامة أجنبية إيران بتخوفنا لأنه ولاية الفقيه ولأنه شيعية ولأنه يعني على أساس الشيعة هن اللي أضروا بالاقتصادات العالمية وبالأمن العالمي شوفي مطرح ما موجودين مش عم بحكي عن الشيعة عم بحكي عن الامتداد للنظام الإيراني مطرح ما هن موجودين بتشوفي النتيجة مش مطرح ما فاتوا الأمريكان كل الإنقلابات بالعالم مستولات الملونة لأنه في تناغم إيراني أمريكاني صار اللي صار بالملف الرئاسي تعرف شو عن جد يعني وحيط الله حس بدي أضحك بس معنا اللي عم بتحك ما في تناغم إيراني أمريكي يعني من بعد 7 أكتوبر ما تبين أدي العلاقات وطيدة بين لا مش علاقات وطيدة عم يحكوا مع بعضهم حتى ما يفجروا العالم ويسهموا بحرب عالمية مش في حرس أمريكي على النظام الإيراني لا ما في حرس أمريكي على النظام الإيراني يعني هود اتهم طبع الأفلام الهوليوود يعني نظريت المؤامرة موجودة بس نظريت المؤامرة معروف وين لازم نطلع فيها هلأ طلع يعني حزب الله عميل لإسرائيل وإيران منسأة مع الأمريكان ونحنا أغبية عم نلعب هلأ كله عم بصنف حاله لا عاب يعني هدا صار معيب أول شيء هدي المقاومة قد تقدمت ولادة شهداء كل اللبنانيين قدموا بالعداء لإسرائيل كل واحد قدم ابنه من السيد ناصر الله لمحمد رعد هؤلاء مقدمين ولادهم به قضية معينة بتقل لي لا هنه مثلا عملة لإسرائيل هنه مقدم ابنه انت بتقدم ابنك تتلعب لعبة سياسية مع العدو قدم ولاده كرمال قضية جيمي وهنه كمان قدموا ولادهم كرمال قضية هتلا نتهم اللي قدموا ولادهم هون انه قدمون خدمة للعدو مين بيقبلها؟ هنه مش نصنفين أمار تعالو هنه مصنفين انه في مصالح إيرانية مع أمريكا مين الإيرانية مش مصنفين؟ مش مصنفين الأمريكان عدو هلأ بديكيلي لعدو بتعامل مع أمريكا بنفس الطريقة منروح على ماسكات منروح على شو؟ في مفاوضات بالعلاقات بين الدول ما في أول شي علاقات غير كانت محصورة العلاقات المباشرة بين أمريكا وإيران بالملف النووي واللي اغتيلت فيها أمريكا إذا بدنا نعمل فيلم وليوود ما في مشكلة بالملف الرئاسي بديئة ما في رئيس ما في رئيس لأنه ما فيه ولا خرق لا بالداخل ولا بالخارج مبادرات الأخيرة اللي صارت كل المبادرات الأخيرة مجرد هيك تحركات داخلية ما رح تودى هلأ لمطرح لأنه لا الظروف الداخلية ناطجة ولا الظروف الخارجية المساعدة ناطجة اليوم ما فيه رئيسة العقبة الأساسية التركيب اللبنانية أولا لأنه ما فيه أكثرية واضحة تقدر نقول نفتح مجلس النواب نأمن نصاب نجيب رئيس بالدورة التانية بالخمسة وستين صوت فهلأكثرية غير الواضحة هلبرلمان اللي مشقف شقف 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 هاي هو اللي معطل يعني معقول هيدا المجلس ما ينتخب رئيس كل شي معقول حضرتك نقيبة العاملين بالإعلام المرئي والمسموع كيف اليوم توصف حرية الإعلام والصحافي من بعد كل اللي عم بتعرض له الصحفي والإعلاميين بالبلد؟ لا نحنا بعدنا ببلد فيه حرية صحافي ولا أعتقد أنه فيه نوع من كم أفواه أو ملاحقات للصحفيين أحيانا ممكن بشطحات معينة بتصير أنه صحافي يستدعى أنا استدعيت سنة الماضية للمبحث الجنائية علي دعاوة بالقضاء ولكن مش معناتها أنه أنا حريتي كصحفية مهددة تعليقك على ما تعرض له الصحافي رامي نعيم هلأ شفت الفيديو ما حسيت أنه تعرض فعليا لشي كبير أي جزء من الفيديو شفت لأنه بالأول كان فيه فيديوهات صار رابط على أساس هيدا هي هيدا هو الاعتداء ولكن رجع رامي نشر فيديوهات لاحق أبينت لا فيه سلاح وفيه اعتداء ودفشوا لجوه وفيتوا لجوه يعني الله يحميه بس هو فيه خفف شوي طريقته وأسلوبه عنده كل الحرية عبر عن اللي بده إياه بس فيه خطوط مرات غير مقبولة يعني كمان الصحافة الحرية مننا مطلقة ولا منصير بالفوضى الحرية مننا مطلقة ولا منصير بالأزية يعني أنا مش حرة سبلك جيمي أو دق بي شرف أمك لصمح الله أو خوناك بس هو بتوجه بالسياسة لا هو عنده كمان شطحاته عنده تخطي لخطوط حمر نحن عنا صحيح عنا حرية ولكن فيه أخلاقيات بمهنة الصحافة فيه قوانين بتحكم كمان مهنة الصحافة يعني لما أنت دق برموز معينة تهدد سلم أهلي أمن قومي هلأ رامي عم يعمل كلها دخلك ما تعرض للجيش اللبناني وقت اللي تعرض للجيش اللبناني راحوا بدي يجوبوا من البيت ليش اليوم اللي اعتدوا عليه بعد ما ما بعرف أنا صدقا ما تبعت عن قرب ما بتضامني معه بهالقضية وبالطالبي وزير ما بعرف شو خلفياته على المزبوط بس بقل له أنه زلم يتعرض للاعتداء أوكي إذا هنه كمان يعني صار فيه اعتداء أكيد الاعتداء مدان ولكن مش معناته حرية رامي مطلقة ويستطيع أن يخرج كل الأخلاقيات وكل الخطوط الحمر الأعلامية والكاتبة السياسية ريندالا جبور شكرا لألك شكرا لألك مشاهدينا ومستمعينا شكرا لألكم على حسن المتابعة نلتقى نحن وياكونا الأسبوع المقبل